اشتركوا في القناة رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم قدم طلب ترشحية رسميا لخوض انتخابة رئاسة الاتحاد الدولي الفيفا والمقرر اجرائها في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي والذي سيعقد بمدينة زيورخ الاسويسرية يوم السادس والعشرين من شهر فبراير القدم لينهي بذلك مع الشيخ سلمان بن ابراهيم الجدل في شأن دخوله سباق رئاسة الفيفا حقق منتخبنا اربع ميداليات ملونة في ختام منافسات الالعاب القوى بدورة الالعاب الرياضية الثانية بدول مجلس التعاون الخليجي حيث تمكن العداء بينسون ايكليغات من تحقيق الميدالية الذهبية في سباق 1500 متر فيما حقق البتروب المركز الاول في سباق 5000 متر متفوقا على برهانو الذي حل في المركز الثاني بينما خطف يعقوب سالم الميدالية الفضية في سباق العدو لمسافة 200 متر تمكن فريق الاهلي من الفوز على فريق المنامة بثلاثة هدف دون مقابل وذلك ضمن منافسات الجولة الاولى من دور الدرجة الاولى البحرين لكرة القدم في المباراة التي وقيمت بينما على استاد البحرين الوطني افتتح هاني البدراني التسجيل في التقيقة الحادية عشر واضاف المحترف البرازيلي كينتون الهدف الثاني والثالث لفريقه يؤكد بذلك الاهل العائد الى دور الاوضواء عن نواياه في المنافسة على الدور منذ البداية ومن الجانب الاخر خطف فريق لبسيتين ثلاثة نقاط الاولى له في المسابقة بعد فوزه على سترة بهدفين مقابل هدف الواحد وذلك في المباراة التي وقيمت على ملعب مدينة خليفة رياضية البرازيلي لويز الوفيرو سجل اللبسيتين في الدقيقة الخامسة والثلاثين واضاف مشتبى غلوم الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول في مقلص الفريق لسترة سعيد منصور في الدقيقة الرابعة والخمسين شعار الأحمر تمريرة خطيرة داخل منطقة الجزاء وفرصة التقليص فعلا